صباح الخير أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حديث البزنس سوي عام من زمان متسع العاشرة متاع الصباح وين نحكي وفاها بيزنس رحب الناس الكل يسمون فينا على صن 3.6 ويتفرجوا فينا على ديجيتال في الباش فيسبوك اكس بخي سفيم وفاشن يوتيوب تانا اكس بخي سفيم معكم على العابد ومحذي في استوديو سيونس الفرحي ممثل سيناغيست تعرفوه ببرشة بلزيور بخصوناج سيونس صباح الخير سباح النور مرحبا بيك بحدين مرحبا عايشك لذلك حسب فيمت أول مرة بحدين هون اول مرة في المقار الجديد في الفيديو الجديد عايش بك المقار الجديد هام مزيان عايبا فاما كوتينمتع كرياتيفيته وكل شاي حسيتها مزيان فالوجوه ومزيان فالجيون بالأساس بيدو مزيان يعني حلو ومان اكبر نتوفيق مرحبا بك بحدين سي بارد بشيخ زادا موغر السينمائي سيناغيست زادا من بين تونس وإيطاليا كما قلت لي إياك الكلام أقرون اه اختصاص سيموراد بالشيخ صباح الخير صباح النور مرحبا بيك زياد انتي بحدنا ندعونك عاجلك الاسباس كما قلت لي أنا يظهر لي هالفكرة هذية بتاع تتلموا يتلموا مع بعضهم أصحاب الأفكار مهمة جدا على خطر الراديوت نجم تتغذى من الأفكار تاع اللي يدير بها وهي يبيدها وجود هاي نجم يغذي زيادة لأصحاب الأفكار هيا به دونك ندخل كما يقولوا ديركت في صلب الموضوع إلا سلامتها مهمش مهمش يقلقوا أم عرفت كلي فما معانتها كما نقولوا بتدخل يقلقوا شوية ميابختو كلمة حق تتقال هذيك الفائدة دونك نبدو بأول سؤال شو الفرق بين السينما متاع السينما متاع الماضي والحاضر شو نرسل دا معاك انتي أسألة هيتوجع بالحق الأسألة معناها في تونس تحكي بيان شو غاي والله في تونس المسألة تحتاج لبرشة تعليق معناها لأنه أعتقد يظهر لي يظهر لي هنا السينما التونسية تقسمت بنزوز مراحل كبار أنا أعتقد كونه قبل ثمانية وسبعين وبعد ثمانية وسبعين فما مراحل أخرى مهمة زيادة كيفكي في برحلة وجود يعني الزيادة مؤثرة في المشهد الكل كان قبل التوجه كونه السينما هي سينما يظهر لي الأباء المؤسين للدولة التونسية في بداية الستينات حابوا يعملوا من السينما برشة حاجة أخرى شو معناها؟ معناها صناعة صغيرة ناشئة كيما صناعات أخرى أيضا عندها دور تحسيسي عندها دور تعليمي عندها دور تثقيفي دونك السينما جيت من لول جيت لعندها الأهداف برشة برشة أهداف جيت كيما معناها والناس اللي تحتوا على لإدارة السينما الشأن هذي يعني شأن كبير أنا أعتبره كانت عندهم رؤية رؤية متع تواصل متع التصور كانت عندهم يستاتيجي على سنوات وهذا يظهر لي من بداية أيام كرتاج السينماية كيما كنا نحكيه لل للتأسيس معناها الجامعة التونسية السينما السينماين الهواد جامعة التونسية نوادي السينما كان فما رؤية للتعليم ولخلق يعني بذرة أولى لصناعة سينماية ولكن أعتقد كونه في السنوات الأخيرة أنا نحكيه ثلاثين سناء أربعين سناء برغم معناها ما يوتيش عمري برشا هنا لكن خذت معناها توجه آخر بعدت شوي على الأهداف الأصلية يظهر للتصور المؤسسين للفن هذا سيمو رات شو ثم مؤرخين يحاولوا يعطيوا فترات للسينما التونسية ثم الفترة بتاع البناء الساتباك الساتباك اللي هي تخلقت قبل كل شيء بش التونسية يتمكنوا من الصورة بتاعهم خاطر تخلقت وقت اللي معات ينجموا يطلعوا لزاكتواليتي تونيزيان في اللي لابوراتوار في فرنسا دونك لبوور بوليتيك في تونس قرر كونو يلزم تكون معناها حل تونسي كونو نخلقوا دي لابوراتوار في تونس كونو لزاكتواليتي تونيزيان وقتا زالت مثلا ماشتال الوطنية لزاكتواليتي تونيزيان اللي كانوا بمثابة الأخبار يتعداوا في السينما قبل الفيلم المبرمج هذوكم يلزم يتصنعوا لكلهم في تونس وتكون مية بالمية في يد التونس هذا يعليش تخلقت الساتباك من اللول تخلقت معناها من أجل بين ظفرين الأخبار التونسية يلزم تتصنع في تونس وبعضو اللي تعمل الأفلام الوثائقية وأفلام الفيكسيون هذا كيفاش تخلقت من اللول أربع من الناس في تونس يعرفوا يعملوا سينما عملوا سينما وشباب من تونس كيفما في المسرح كيفما في الفنون التشكيلية كيفما في الموزيكا مشاوا تعلموا في الخارج ورجعوا الجيل اللي رجع مختلف على الجيل اللي سبقوا تقنيا وفكريا واللي تحب أنت دونك جاء عبدالطيف بن عمار مثلا اللي أسوا الفترة ما اللي هي مختلفة على الجيل اللي اللي يسبقهم من بعد من بعد تنجم تقول تغيرت 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 الأشياء لكن في نفس في نفس في نفس الوقت عنا حقبات في تاريخ السينما التونسية ولكن عندنا زاد تواصل هذا اللي يخلق لديان بارتكولي دو سينما تونسي اللي هو السينما يقلق واللي هو السينما يبربش في المواضيع الصعبة واللي هو السينما يحاول ينظر للواقع التونسي والتونس مع رجال كريتيك تجو رنوولي نحكي وشوي دستاتيستيك في البردكس في أمريكا تجلب 74.7 مليون متفرش هذي في أمريكا كنحكي في أوروبا في قاعات سينما نحكي الهنا اللي تسجل 180.1 مليون تيكي تتبيع الهنا في أوروبا الكلي هو المرشي أكبر من أمريكا دونك الهنا سؤالي علش في تونس المسرسلات كنحكي من الكوتيم تال المسرسلات علش ما ينجوهم ولا ما نشوفهم إلا في شهر طريقة الانتاج مختلفة جدا ما بين السينما والتالسل كونه معناش سوق سينمائية تجعل السينما في تونس يكاد يكون مربوط بالتمويل الأول للدولة الإعانة على الانتاج هذيك هي الخطوة الأولة اللي ترد فيلم من مشروع أو فكرة إلى مشروع ممكن الإنجاز لكن هذا ما يكفيش على خطر أحنا الخمسمائة ألف دينار اللي هو التمويل أقصى تمويلي نجم ياخذوا فيلم تونسي من عند الدولة اليوم ما يسمحو ما يسمحوش مش تصور فيلم بعيد بارشة أي الاشكال اللي يجب تلقى بقية التمويل على الفكرة روحنا الاشكال بصفة عامة كونه لنا عشرين سنة التمويل بتاع الدولة لقطاع السينما يتراوح ما بين أربعة مليون للإنتاج أربعة مليون وخمسة مليون دينار في العام في عشرين سنة بالدينار اللي باللي صار في الدينار وبالانفلاسيون اللي صارت شوف انت قديش تحت القيمة بتاع التمويل هذا ورغم هذا السينما التونسية ما ركعتش هذا الساعة الحاجة لولا اللي يلزمنا ننفقوا به أنا مرة وقتها مع وزير ثقافة قطلو سمحوني بالفرنسي قطلو الجملة على خاتر قطلو راو le cinéma رياليز la meilleure performance économique dans ce pays قلي كيف قطلو احنا ب أربعة ولا خمسة مليون دينار في العام نرجعو ثمانين انتاج ثمانين انتاج ثمانين انتاج هذا ما بين أفلام طويلة أفلام قصيرة دي دوكومنتار اللي تحب انت ثمانين ثمانين فيلم هذن قيمتهم أكثر بارشة من الأربعة ولا خمسة مليون دينار اللي ساهم ساهم قيمة رمزية واعتبارية بالأساس بالأساس دوك رغم قلة التمويل ورغم عدم موجود امكانيات مالية السينمائيين في تونس قاعدين يقوموا بواجب روشي هذا العباد مهيش فيق به سيونس مراد أقرب للسينما أنا أقرب شوية للتلفزة مليكن نحاول شوية ناخد شوية منه شوية لكن نعتقد كونه هنحاول نحكي في مجال ما حكيش عليه مراد اللي هو أولا ثقافة الفرجة شو معناها ثقافة الفرجة معناها اسكت تونسي احنا شو نكونوا خلي نبسطلوا تونسي مستانس يتفرج في السينما ولا لا يحب يتفرج في السينما ولا لا يعني ثقافة الفرجة كيف نحكي مثلا مراد يعرف معناها كولا مصر مثلا تلقى العباد تتفرج معناها الفيلم ثم أوقات محدة في أفلام سينما التجم تمشي ماذا ساعتين تاع السباح تتفرج في فيلم ليس هل له سينما موجودين معبين اسكت احنا خلقنا ثقافة الفرجة ولا لا وخلق ثقافة الفرجة تتأتأ اساسا من رغبة الهيكل معناها الهيكل الكبرى الدولة في كوني تجعل القطاع هذي قطاع منتج وحيوي ومشارك في الحياة لأنه السينما مش فقط خطر فما بيدي قولك ولا هنا نتفرج في السينما في التلفز لا يا سيدي العزيز السينما هي السينما بعيد معناها بعيد على أنك تقعد في التلفز ولا مش تفرج لا مش كيف كيف احنا في بداية الاستقلال الاعوامل ولا الاستقلال كان عنا أكثر من 140 سينما الآن يظل تعرفوا العداد عداد عداد معناها هزيلة وبائسة جدا إذا كان الدولة في وقت ما حبت تخلي قطاع ذا حية ويومنتج ومعناها يأصل الفكرة ما فكرة أنه نخلقه جيل مثقف جيل يحب يفهم خاطر ساعات يقول لي حد رو السينما والله يلزم غرام كبير ساعات إينا نتفرج في السينما ونعرف شكون يتفرج في السينما لمجرد الفرجة لمجرد أنه يمتلكوا أدوات جديدة بتاع تفسير حياة بتاع تفسير واقع بتاع عيش رو المشكلة مش رو نمش للسينما معناها نمش للحياة رو مسألة مش مربوطة بكون يلزم رغبة مخصوصا مشوا للسينما نشوف ولا لا التجربة السينماية التونسية التجارب السينماية خطرنا يشق علي أحيانا نقول أنه عنها عنا سينما تونسية معناها لكن هي بالأساس تجارب مهمة معناها كيف يحكي مراد على ريح السد مثلا أنا قبل شوي أنا حمودة بن حليم أنا خليفة لقرع ما يللي الاستمرارية معناها نوري بوزيد ولد خليفة لقرع فما تجارب بعض جيت في وقت ما مفيدة ثلاث لكيف يعني فما محطات كبرى لكن مع المحطات الكبرى السينمايين الكبار في البلاد اللي حطوا اعطاهم مكانة للسينما متفوقة شوية على تجارب قريبة لنا في نفس الخصوصيات الفكرية والاختصادية لكن ما ممشينيش معاها ما حبيناهيش ما خلقنيش حركة اخرى موازية للسينما اسمها مثلا حركة نقدية معنايش نقاتة على سينما كله قليلة معناها ما تنجمش انت يتطور قطاع سواء في السينما ولا في التلف زي ذكن ما فاماش حركة نقدية متطورة معناها احنا كنا نحكي وتو في القهوة على طلعة حرب اوكي الفلوس مهمة الناس اللي تبأمن اللي تحط فلوس وليتأمن لانه مسألة انك تحط فلوس لقطاع غير مضمون اللي هو قطاع سينما والتياتر وكيفيش يمكن ان يدجن القطاع سواء سينما ولا تياتر ولا الفن علاش لانه بشيكون هو بيدو اداة استلاب في فيد السلطة يجب ان تعمل اما في ركاب السلطة وإلا تكون بظفرين معارض بتالي ما تنجمش تاخو حقك وحظك في الفن اللي تعمل فيه التلفزة مسألة اخرى معناها السينما اكثر حرية واكثر انطلاقة التلفزة لا محكومة محكومة ببرشة مقيس اه محكومة حتى بالامزيجة كنا نحكيه طو في القهوة معناها ينجم يجي رئيس مدير عام يقولك انتي لي ما سيسير مراد ما تعجبنيش كمخرج مرتبطة بمزاجة دي مش مرتبطة بفكرة دونك اه نعملو في معني التجربة الاولى واختي بداية التسعينات اواخر الثمانينات بداية التجربة الدراما تجربة الدراما بداية التسعينات اتطورت شوي جاوا مخرجين كنا نحكيه عليهم مخرجين اللي عملوا التجربة البرة وقرأوا وجاوا يعني برؤية اخرى وبتقنيات اخرى وبافكار اخرى لكن بشوية بشوية تخلقت اللي هي مؤسة ذات استقلالية مالية كما تعمل في السينما المركز للسينما والصورة لكن الان بياه مشيت وطلقت مع التلفزة وطلاق زادة مش بالتراضي طلاق انشاء معناها مبعض اندثرت تماما ما تنجمش تخلق تعمل سينما وللتلفزة من غير تكون عندك اليات او فكر بالاساس نعاو نذكر بذيوفي سي يونس الفيرحي ممثل وسناغيست سيموراد بالشيخ مخر السينمائي والسيناريست الهني في المرحلة هذية كما قلت انت سيموراد قلت اللي الدولة تساهم بخمسمائة مليون هذية اقصى حد بش تتمول فيلم الهني اه اكزامبل معناها اللي انا نحسه شوي انتونك مواطن اللي قاعد يتفرج ناخذ اكزامبل بتاع فهم فيلم اللي يقعد ساعة ساعة ونصف اسمو فون بوث الفيلم بتصور ساعة ونصف فيه بكابينة بتاع تاكسي فؤ وتكلف 15 مليار مع انت هاو هاي سينبرك وهاو الممثلين ما هم مش برشة 3-4 ممثلين وهاو تكلف 15 مليار مش واريك اللي 500 مليون شوية عالاخر كي نحكيه وكي نوصل الان الكونكلوزيون هذية لهنين ناجم نقول لك اسكو لازم تكون فما شراكة بين شركات المونجين الدولة من مثلا الدولة متاعنا تونسية مع الدول الاخرى مختلفة باركزامب من البرة باش نساهموا في الاستثمار في السينما سيونس سيون القريماس متعوزك شنخلي الكلمة عندك انت الاردك نظريا ممكن جدا نظريا ممكن جدا في السينما ولا في لكن تطبيقيا انا نعرف فيلم متاع سيعاب طيف بن عمار توا عنده اربع لخمسة سنين عن سيعاب العزيز يحكي على ساقين سيدي يوسف اللي هو عمل ينجم يجمع تونسة والزيرية على عمل ضخم كبير الى الان لم يرى النور متفهمش عليش يعني شو الاسباب معناها وعمل اخرى كيف 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 لانه في وقت ما كانت من بين اهدافها انه البحث عن الشراكات مفيدة لهذا القطاع اه مع سواء مع المصريين مع السوريين تجربة كانت كانت تجربة معناها خطر تجربة سورية اقربنا من التجربة المصرية لكن ما انتهاء لحتى شي هذية معناها نحكيه مش حكاية ساهلة معناها لكلام ساهل لكلام ساهل معناها انه اه لو الغريب انه نقول واتوين ساعان فما لتكنيشيان فما المبثلين فما كل شي معناها يعني انا ساعات نقول ياولادي انتو ما تستناو في الفلاحة تستناو في الفلاحة بهي الفلاحة اما انهارتلي ما تصومش المطار تقعد عامين ولا ثلاثة راني نموتوا بالشر السينما للدراما قطاع ذي قطاع راي راي تركيا الدخل من قطاع الدراما اكثر من دخل فرنسا من صناعة السيارات سي ناغم سي ناغم سي ناغم راي من العبيد معناها احنا القطاع ذي لا يستنى لا يهموا في ثبت مطار ما سبتش لا سارت في وقت ما في عاملة سياحة ما جاوش لا معناها الناس موجودة وقادرين يخدموا عطيهم فقط الامكانية والامكانية راي مش فقط فلوس عطيهم الحرية عطيهم عبدالهم الطريق وكهو تمشي وحدهم واش مستحقين انوكم دقودهم سي مراد شنعتيك الكلمة اللي كنتي اما قبل من عتيك الكلمة دجا السؤال المتاعي هل كان معناها كما نقول انساهموا مع الدول الاخرى والتصير شاركة بين دجا اسكو سيفوزابل ولا لا لا هو سيفوزابل هو شي هذا قاعد يقف اما وينو المشكلة عندنا كان ثم معنط un fond de coproduction avec la france ثم un fond de développement مع italia لفلم التوانس معظم التمويلات التكملية اللي تحصلوا عليها من من فرنس لكن الاشكال رو في الحالة هذي شنو يقف اللي يقف في الكني نوعا ما نفس الشي اللي قاعد يقع في الاشياء الاخرى في الطب ولا في الهندس ولا احسن عباد يهجوا يهجوا بالمجد ولا بين الظفرين معناها سوريا اش معنتها اذا كان كنت عندك اذا كان انت مقيم في اوروبا خاصة في فرنسا عندك امكانية للتحصل على تمويلات اللي التونسي المقيم في تونس ما نجم شي تحصل عليها فهون تخلقت اوتوروت من ناحية واثنية كيف ما اثنية العربي بيست بيست فهمت هذا الاشكال دون كراو السينما ما هو شي مقطوع على بقية القطاعات السينما تعيش نفس الواقع اللي تعيش فيه القطاعات الاخرى انا شو نقول اي دا كوردو نجمو نعملو اللي نحب عليهم ونلوجو اللي نحب عليهم وللي قادرين عليهم لكن نجي نبدأ نحن في بلادنا احنا قاعدين نستغله لماذا من الامكانيات اللي عنا ميدان السمعي البصري في تونس لا هذا علا p ناقصين هيكلة السينسيي تخلق من 2011 غير السينسيي شيء في قطاع السينما إلى حد الآن لا علش مراد علش لأنه قعد خاضع لنفس الميكانيزمات اللي كانت موجودة في الوزارة في إدارة السينما القديمة هذا الإشكال هذا الشي اللي خليك ما أخلقت شي بش تحسن بش يكون معناها أداة للتحسين لكن لليوم 13 سنة معانتها إدارة الشأن السينما في تونس ما زالت بيد الوزارة ما هيش بيد السينسيي على خاطر مربوطة في دكري مربوطة في دكري حضر 3 أو 4 مرات و3 أو 4 مرات يتيح علش هذي التفرقة السائدة في الميدان السينمائي أحنا عائلة واحدة لكن كيف ما في أحسن العائلات ويتصير يتعاركوا بينات بعضهم فالتفرقة هذي نخلصو خلصوها ثاني و ثلاث هذي كالشي اللي تقولش علينا كرهبة عنا دكسلون مخرجين و منجين أما الغالب معناه يحطوا سنكيام والفراما مجبوط الفراما هي الإدارة التونسية وفكر أنا وقت اللي نقول الإدارة التونسية معناها فكر من يدير الشأن السينمائي والشأن التونسي بصفة عامة ديما الفراما مجبوط وما ما يكون الكمبيتونس متاع البيلوت ما ديم الفراما مازوز ما ينجم شي قد دونك أنا نعطي ديما فديت منه على خاطر ديما نعطي فيه ونعود الوقت اللي في إيطاليا بعد البريود بتعماني بوليته طح سيستام بوليتيك قديم من نهاية الحرب حتى الأول التسعينات كان سائد سيستام بوليتيك معين مربوط خاصة بالديموكراسي الكريتين طح تبدلت التشكيلة في أول مرة رومانو برودي اللي من بعد ولا رئيس للونيون أوروبيان رومانو برودي أستاذ جامعي ما أنت ما هوش معروف جاء والبرمير منيسر اختار ك معناها الوزيز بتاعه هو وزير الثقاف الوزيز وزير الثقاف بالأول السيد هذا قاري في تشينترو سبيريمنتالي دي تشينيماتوغرافيا عمل قتل ايطاليا دي قانون قانون غير به عاود حتى السينمات الإيطالية في الثنية الإنتاج السينمائي في أول التسعينات في إيطاليا طاح حتى الخمسة وثلاثين فيلم اللي هي حتى شيء بالنسبة لبلاد كيف ما طالع جاي قال كل تلفزة يلزمها تخصص خمسة ولا ستة بالمئة من مداخيل البوبليسيتي للإنتاج السينمائي والدرامي في ظرف عام من خمسة وثلاثين لثمانين ومن بعد رجعوا للمستوى اللي كانوا عليه يلزم تفهم حاجة في البريود هذيك التلفز الإيطالية كانت مغزوة بالمسلسلات الأمريكية واحدة بيش تغزونا الأخبار تبدت الوضعية ورجعوا للمسلسلات الإيطالية سي يونس الفيرحي سي يونس الفيرحي سي مراد بشيخ نحنا مازلنا موصلين أما قبلهم نخليكم عموز الأخبار مع سوهيل السمعي ترجمة نانسي قنقر بذيوفي لبحثي سي يونس الفيرحي سي ممثل سيناغيست وسي مراد بشيخ مغر سينمائي وسيناريست بين بين تونس ويتاليا يا روس ربزوتي حاطينا وانتا مش تعرف برجة ليل برجة ليل غير مدعي نحنا موضوعنا متاع اليوم عندو علاقة بالسينما عندو علاقة بالبيزنس متاع السينما كما كنتو تسمع في النصارة الأولى سي أن بيزنس اللي سي أمانت ونفا ديغ ما هو سهل فيه برش خدمة ما بخفوها لازم فيعوذ اللوم والعبد الأخرين علش عملوا علش هما هكا علش هكا يلفو ساعات سبوزي لا كيستيون نحنا قبل كل شي معندها دونك نتصور سي مراد عندك ما تمدي في الموضوع عذايا كي ما قلت انتي كينا في القوف قلت لي فيعوذ ديريكت نمشي ونشوفو المشكلة من برا وين اجا ساعة ونتخيط المشكلة من عنا نحنا نحلو مشاكلنا نحنا وبعد النجم نتعديو المرحلة الأخرى شوف مثلا ناخذو الاكزامبل بتاع الانتاج الدرامي في تونس الاشكال الكبير بتاع الانتاج الدرامي هو عدم موجود هيكلة و ان سيستم دو ريگولاشيان دو مرشي احنا في الميدان هذا نخدمه ذراعك يعليف اذا كان تبدأ باللودمات وثم اجمع اليوم كونه اللودمات في تونس مترفك ما يعطيش الصورة واقعية للمستوى الانتاج حتى كان مش مترفك غير حقيقي غير حقيقي انا 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 عشتها شخصيا وقت اللي الفرق ما بين زوز شركات تعودمات في تونس 20% ما بين الشريء اللي تعطيه الرزولتات اللي تعطيه الشريكة والرزولتات اللي تعطيه الشريكة اخرى ثم 20% فرق هذا وقت في فلاشباك 20% فرق سنة 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 5% فرق معناها سنة مفهوم 20% أي 20% معناها معناها واحد مزوز يترفك هذه أول حاجة المانك دو ريجولاسيون اليوم يجعل كونه شركة شركة بتاع معناها هي اللي توزع الببليسيتي ما بين التلفز وما بين ما بين التلفز والإنتاجات الدرامية المبرمجة في كل تلفز هي بيدة تدخل في الإنتاج منو فيه زيتو يقليه دانك هوني الشي ما هوش بدينه احنا أبناء القطاع ثم اون فلانتي بوليتيك كي دو سيكسبرمي وتقنن الأشياء هذية وتقول اللي اللي معناها لسو capitalisme سوواج حاجة من ستعملها جديما ما احنا وصلنا إلى مستوى بتاع الcapitalisme سواج اللي حتى في أمريكا يليا اون ريجولاسيون دو مرشيك و أكثر عباد تقف على ريجولاسيون بتاع المرشي هي الامريكين خاصة ضد لسواج 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 معناها دو 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 فرص ميخلي حتى حد يتغول على على المرشي احنا اشكالية التغول واضحة اللي يغزر للميدان يعرف اللي ثم تلافظ وثم راديوات يدزوا فيه للواجهة ومسيطرين على الواقع سمحوني في الكلمة بحلاله وحرامه لكن هذا الوضع نحب نقف للشيء هذا ونقول نظفروا معناها قلوا ستوب ستوب هنا نقف ونعاود نغير قوانين اللعبة هذا اللي يلزم وهذا يلزم القراءة تقع من طرف المعنى البوفار بوليتيك لكن الاشكال الكبير كونه احنا قدام ميدان صعب الفهم سعر واذا كانت مكش داخل فيه ما عندكش الاليات بش تفهم معناها اش يغير كل نقطة تتبدل فيه اش تغير وشنو الامباكت بتاح على الانتاج وعلى نوعية الانتاج دونك هوني يلزم يلزم معناها تفقيف عملية تفقيف عام اش نجيوها حكية تفقيف دجا نحنا مثلا فما اللي يقول اللي قاعد السينيما كانت عنصر اساسي في المداخل المالية الافلام بي طو في عصرنا الموديرن فشنو نعرف ما نتفليكس فما امازون برايم اسك هذو مثل العصر الموديرن هم تسبب في الاندثار لقاعد السينيما في تونس ولا كما قلت انت سيونس حكاية متاع عقلي حكاية متاع كولتور نا اسبق اسبق احنا معناش ده سال من مقبل نتفليكس خطايا بسيب ان نتفليكس ايجيت عند عامين معناها فمت هوني جديدة اي معناها احنا ما حذرناش للقطاع ده ان يكون ما يعبر عنه بالصناع احنا مسلا نخطبه في الاغتزان مسلا نستنى وفي حويجة سيدة رمضان وفي امورنا معناها احنا روجها مسلسل وحيد عربي يتصور في تونس الميزانية واشتر الميزانية وزار الثقافة مش نفهمه زينا نفهمه نحطه المسائل في نسابها معناها احنا احنا شنو نحبه نخلقه من الانسان التونسي مسألة كنا نحكيوها هكت حاجة كبيرة شنو الانسان التونسي لا لا الشخصية هالتونسية اللي فيها خصوصية واللي عندها روافد كبيرة واللي عندها مزيج من الامزيجة والثقافات واللغات وغيره ضيحناها نحكيو على صدقا معناها في شوية الصلاة اللي عندها نتفرجوا فيهم التونسي سعى عنده تصور كونه لا لا ما يتفرجوش يقولك بربي قديش من فيلم فيه من تونسي حكاية على الحمام تزوز وتهذف لهم والزوز واحد منهم داخل فيه سياسي مراد اذي صوروا في الحمام مش مع انت استريوتيف مع انت الفكرة الفكرة كي تخرج كل منعرش كون خرجها الفكرة منعرش يعني انو مش صحيح ثم تجارب مهمة جدا التجارب المهمة اذا كن ما تلقاش حرية تنفس وحرية ابداع باش كما كحكي مراد باش تهج وحكاية نتفليكس انك تتفرج في دارك وعندك حكاية فير غرا والسينيما ساعة اولا احنا استنسنا انو خاطر ما عناش تقاف تفرجة نحكيو عليها انو تشوف في دارك فيلم تقول شفت فيلم ما شفت فيلم لا فيلم تمشي لسالة والتقعد في سالة والظلمة والريحة والاحساس والصوت هذيك هو الفيلم وثانية حاجة توينسة اولا هاربين من السينيما ولا مشكلة انو راهو الردي لكن كيف يتعاود الردي بنفس ردائته يكرر ردائته يولي قاعدة يولي استثناء يولي كيتعمل فيلم ما يتفهمش شنو يعني شي يحكي فيلم مذاهم سيساعة احيانا نشوفه مخرجين تحكي ها مراد تخرج الشارع تسألوا على مخرج تونسي في جيل مراد مثلا يعرفهمش تونسة يقول لك شكون مخرجين فهم النور يبوزيد معروف هاي صحيح فهم حبيب بن سلماني لا ذكره في التلفزة معنا شوية سينيما ما يفرقوش ما عندهمش دوك مربوطة الحكاية صحيح ساعات نحب نتملس من هذه القبضة اللي هي قبضة الدولة الدولة تحب تعمل غريب جدا بعد الكوفيد يعني التضرر كامل لهالقطاع معناها بكل ما فيه معناها الدولة لم تذكر مجرد ذكر في اي معنا في اي وقت ما قالوش والله بربي يجي نشوف اللي ازا اختيز تذكر متاع سينيما شوفوه مين هوا ماتوا حيي دفنوا ما تدفنوش الفضاءات الثقافية اللي كانت محلولة وتخدم شوية راه زيد السينيما مش فقط في المسألة في مسألة فكر ليه ثم ثم تشغيلية بالاساس راهو يخدم مع بيت راكم تشوفو سينيما الايرانية هوا يعرف تخدم في ناس المسألة يخدموا في ناس راهو معندكش فكرة الجيش معناها جيش كبير يخدم في القطاع هذي بين الظفرين رأي تونس اكثر بلاد في العالم العربي تصدر تقنيين في تلافز كاملة تخدم في الشرق بالتوينسة وقت اللي نقول لك معناها نفس الشي اللي يعيشوا قطاع سينيما هو اللي يعيشوه القطاعات الاخرين في تونس احنا معناها خيرة ما عندنا قاعدين يساهموا في بناء تجارب سينيماية في الخارج على خاطر ما لقاوش في بلادهم تجارب مهمة وتجارب مهمة وتجارب مهيكلة على خاطر الفرق اللي احنا انسينا الامكانية كونه بعض الاختيارات تكون مهيكلة وقت اللي خلقنا المهرجان قليبيا مهرجان كارتاش السادباك قوة معناها الفيدراشون تونيزين دي سيني كلوب ولفتسيها كيف كيف الزوز مع بعض هذو ما كانت اشياء مهيكلة لقطاع السينيما التونسية ستين سنة لتالي اليوم ما ناش قادرين نخلقو خيارات اللي تهيكل بالنفس الطريق اليوم قاعدين عايشين على الورثة الهنا معك انتي سي موراد قلت الكمبيتنس وسكيلز ومعانتها الماتير غيس كما قلت انتي سيونس الكل هم قاعدين يخرجوا البرة ويلقاوا في فرصتهم مع الدول الاخرين خاطر هما كما نقول تلهوا بيهم وقدمونهم معانتها كما نقول في فرصة 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 الدخول معانيا وكهوت وسمبل ما وزيدة منتفاع الاخر هم حاجة على اهم حاجة انه وقت تعمل ندوة وتعمل ميدة مستديرة ولا مربعة ولا اوفال ولا تحب انتي وانتوقت حتى رتبوريات بش تحكي على السينما جيب لي سينياست جيب الناس اللي تفهم في القطاع سمحني انتي رو احيانا تسمع تقول والله صار في الوزارة الفلانية وزارة ثقافة مثلا والله اجتماع كبير ضم مديري كل ما نحبها ياسر ولفيف من مديري في الوزارة للبحث في اصلاحات هيكلية في قطاع السينما وترى تصفير من فما حتى سينياست ما تفهم حتى واحد في دومين بتاع السينما يظهر لي كتراهم عمرهم ما شوفتم في سينياست سينياست مش حتى هادي سينياست هما وبعد جي تحكي والسينياست وكلك احنا ما في بناش ما يستدعوهمش ما تنجمش تعمل تعمل اصلاحات هيكلية ولا غير هيكلية اذا كان اهل القطاع يقعدوا البر صحيح النجم يكون عندك خلافات معهم وزار تقافي النجم يكون عندك خلافة مع مورد بالشيخ ولا مع فلين ولا مع فلين النجم راهو مورد مش صحيح فهمتني لكن لا لكن وقت يبدأ فما مسألة تهم القطاع يجيبوه ايجي اخويا ما تسيرش نختلفوا معاك ما تسير من نقض فر الطاولة مش نحكيه مسألة خاتر مش مسألة راهو مهم جدا الاقتصاد البرتقالي هذي في العالم راهو راهو راني نجمو نجوعو اليوم ما نلقاوش سميد ما نلقاوش نشدو الصفحة الباقيت وما نلقاوش السكر وما نلقاوش رود نجوعو ستة شهر عام لكن بعضهم العام الجاي بش نشبعو بش نلقاو لكن راهو الجوع اللي قاعد ساير في فكريا راهو حبلو دو جي نغاشان بش نستشبع فكريا راهو الجوع دي اخطر من جوع راهو اخطر ببارشا راني بش نخلصوها دي غالي بارشا 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 لانو تاو من ما نشفقين احنا تاو راهو بش يخرجلنا جيل اا مم سامحوني في الكلمة معناها جيل بيذفرين مسخ كما يقولوا بالعربية معناها فكريا روحيا ما عندو حد شي هذي بدا بالتعليم ثم بعد تطور رو فما جيل هاك من تشو بتاع تاو مرام خمس ستاش ستاش وسبعتاش نسي كنية هما هما ختيهم هما لكن هذوما المنتج بتاع الفطرة بتاع المرحلة بتاع النظام بتاع منطقة العام هذي المنتج المنتج جاية بمعناها تجيد تواجن عمرو تقول له عمركش شفت فيلم يقول لك لا عمركش مشت شفت مسرحية لا اا معنو حد شي اخر عمركش قرية كتاب لا ذي بش نخلصوه برشا غالي برشا سيموراد هنا الهنية نحب نقول حاجة خرجت مش خرجت على السيطرة مش نخر شوية متتنية كي ما يقول سين سرمون سيونش نبني على كلامك راهو في الدنيا هذي ما تخلقناش نعرفه كل شي راهو نحب نحسن هاو مش نحكي حتى على روحي نحب أنا نعمل فيلم ما نعرفش نعمل فيلم ما نجمش ندخل واحدة كيك لازم نجيب عبد عمل في المقبل يفن فده من هذيك نحن مثلا كي ما قلت انتي كأورغانيزم مثلا تحب تحسن في القطاع هذيك ما تنجمش تلمي صحابك انتي ولا تلمي الالهين وتحب تحسن او ما نجيب عبد يلغب خيزانة الناس الكل مثلا انتي ماكش متفاهم مع ايكس ما تجيبوش جيب ايجريك فماش كانوا واحد بركة في القطاع هذيك جيب ايجريك اعطوا هو يفسرلك اعطوا هو يوريك خوذ من عنده المعلومة تعلم من عنده وراء ومسالش كانوا نقولوا من عرشه عمورة ما كان تعيب كله من عرش بالعكس هكيكة نجم تفهم نجم تتعلم ونخدمه في القطاع كامل يظل لي يظل لي ما طلبتش حاجة صعيبة عندي ايجابة عندي ايجابة ليك قل اليوم في قطاع السينما وكانت تنشط جماعة الموسيقى والمسرح والقطاعات الاخرين يقول لك اكثر قطاع مهيكل في البلاد هذه هو قطاع السينما باهي الاشكال شنو اليوم عنا ما لا يقل يظهر لي على خمسة هياكل نحكي كان على المخرجين والمنتجين خمسة هياكل بين الظفرين معناها اثنو بالقطاعات اثنين هذوما تمثل القطاعات هذوما كل فترة زيدي تخلق حاجة من تحت الاجناب هيكا كي كل الشجرة اللي تنبت الاشكال شنو ساعة ثم الفكرة الفكرة الديموقراتي راهو ساتون كولتور ساتون كولتور بروفاند ثم عباد ما تقبلش بش تخرج من السورة يكون معناها موجود في هيكل في رئيست هيكل يوفى المنداء بتاعه يمشي يخلق هيكل اخر مشيره الاخرى بش يقعد في السورة ما يقبلش كونه ثم تناول بالباتين دا معناها اي 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 فهمت هذا علىش ديما نقول معناها سين كولتور جنرال كي دوا سنستلي بشوية بشوية تخلقو خمسة هياكل مثل القطاع مثل القطاع هو يتنسى تبدل الوزير يتبدل يخدوا معاك تأقلو احنا لنا نزال عنا قوانين من 64 تمشي باها يمشي باها الميدان السينمائي ولليوم قاعدين انا واحد من ناس شو نقول انا عمري ما نقف ضد مشروع تخدم خدمت فيه هانا ولا ما خدمتش عمري ما نقف على خطر جديد بش يكون خير من القديم ثم اللي ما ما عندوش نفس الفكرة هذي ثم اول فكرة عندو كونو يوقف المشروع اللي قاعد يتبنى بش يطرح مشروع جديد والمشروع الجديد هذك ما يوصلش على خطر ثم واحد اخر بش يهز غبولوت معنا في الثلاثة دقائق اللي قاعدونا نرجع معك انتي سيونس في السؤال هذي كان حكيو حسيتك قلبك معبي وكل ما تحقق لكلام ساعات الحقيو كان نحكيو استثمار في الأفلام ولا في السينما مش مان نحصره هذي معنا هل كل مهرجانات ولا تظاهرات اللي عنا توا في تونس هل كل مهرجان ولا لازمنا نزيد ونختمه أكثر ولا كما قلت انتي مثلا ميعرفوش حتى رياليزاتور هذي اسكو تبع تلزا ولا السينما وكل شاي اسكو حتى لازاكتور ولا لازاكتست ولا السينما ناقص وماركوتينج ناقص وتسويق رو ما هوش الناس اللي تخلق الفن رو يعني بتخلق معنا القطاع مش الناس العادية اللي هي تخلقو لا لا الدولة يلزم 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 إيراد الدولة يعني ومش مسألة قدش عندك من مهرجان وقدش ما عندكش مهرجان لا مش هذي المشكلة معناها صحيح بتاتي كتحكيلي تقولي مثلا اسكو احنا في المدرسة لحظنا الاولى للمتاعد الصغير متاع الانسان التونسي اللي نحكيوه عليه حاضر السينما حاضر المسرح لأنه قبل في الشبيبة المدرسية آآ في المدرس يعني في المدارس في الليسيات انا مولود في بقعة بعيدة على تونس العاصمة لكن كنت نعرف المسرح ونعرف سينما لأنه فما نشاط سينمائي داخل المعاهد تو ما عادش لأنه التلميذ معناها فما شكوه نره ينجح في باكالوريا يجي مش يعمل يقرأ في الإزاعد ولا يقرأ اللي عمره ما شايف مسرحية عمره ما شايف في فيلم دونك ما عادش موجود شي دي دونك مسألة مش مسألة هات ساعة ثم إرادة سياسية ولا ما فماش هل إرادة سياسية بش تسخر أموال بش تخلق هياكل وبش تسخر ناس ناس بيصور خاطر يحكي مرادته على خمسة هياكل يتمثل قطاع ما ولكن فينا الماء وقت يتحكر كوب بين ذفرين بش تعمل بش يتأسس القطاع وبش يقر بش تعمل استركتور كامل لا بش ترقى كان الصحيح اللي نجم يعطي إضافة هما أنا بيدي لو كان عشرين واحد نتلمه وبش نحكيه مثلا ظاهره اللي نجم يعطي إضافة يقدم إضافة للقطاع ولا ليه دوك المسألة مرتبطة أساسا بالإرادة سياسية إرادة الدولة شو نحبه نعمل مقطع داي نحنا وصلنا هكا كونه وصلنا لآخر حديث في البزنس سي يونس الفيرحي ممثل سيناغيست مشكور لبحث لنا سي موراد بشيخ مخر سينمائي وسيناريست زيدا نشرك طالياني بيحب الموزيكة طاليانية ومقرونة انتيز مكترافية لسه روعة وقت حطولو مقرونة بالعين تفهم يعرف يا رجح يا كم مشكور على حطورك معنا نحنا قبل ما نسكروا نحكيوا على فيسا فيسا بغير ما على نسيحة اليومة يجمع اللي تسمعوا فيا واللي فكرها بكم شو نقولكم جوش تحاشتين يجيك تليفون كان متبرنشي بالبلوتوث نجم تحكي على روحك ورد بالك كان ما عندكش بلوتوث ما تخسر حتى شي كان تقف على اليمين وتجيه بالتليفون وتاخد راحتكم بعد تقصد ربي حاجة اخرى الدنيا سخونة واللي هنا نحكي لكم على تسعة وثلاثين درجة الكيس تضرب فيه الشمس سهل على الكونسيبت سهل كيس تضرب فيه الشمس يسخون يولي يزلق دونك سيس في رواحكم اقرأ وحساب ما غير ما تقف مثلا تقول نجري وتقول فرا يشدني اقرأ حسابك بالحق سيسوا رواحكم وردوا بيلكم على رواحكم مرسي للناس اللي سمعتنا واللي تفرجت فينا تلقاولي زم يسوع متعنا الكل في الباز فيسبوك وعلشان يوتيوب متعنا متقبلوا غضو في نفس التوقيت متسعة العشرة متاع الصباح ان شاء الله نهاركم زيين ردوا بيلكم على رواحكم ومقاعد لكم شنقول لكم باي باي